أفاد موقع بحثي أمريكي بأن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت مستوى عالياً من النشاط في الموقع النووي الرئيسي بكوريا الشمالية بعدما أمر زعيم البلاد بزيادة إنتاج وقود القنابل لتوسيع ترسانة البلاد النووية وقال موقع 38 نورث الإلكتروني المعني بمراقبة كوريا الشمالية ويتخذ من واشنطن مقراً في تقرير قال أن النشاط الذي رصده وفقاً لصور التقطت يومي الثالث والسبع عشر من مارس يمكن أن يشير إلى أن مفاعلاً تجريبياً يعمل بالماء الخفيف في موقع يون جبيون يقترب من الاكتمال والانتقال إلى حالة التشغيل